هناك صوت في الشارع العراقي وطني يقول يعني أنتم تتخدمون مع إيران دائماً في الأراضي العراقية مشكلة بينكم وبين إيران لماذا لا تواجهون إيران مثلاً في سوريا يا أخي واجهوهم في اليمن واجهوهم بشكل مباشر عبر البحار عبر المحيطات لماذا تستغلون الأرض العراقية كمنطقة لهذه المواجهات والله يعني أقول لك بأنه اليوم الولايات المتحدة هي تعكس ما يريد الشعب العراقي يعني ما يريد الشعب العراقي ما عدا هذه الأذناب والميليشيات ورأينا المتظاهرون بمئات الآلاف في شوارع العراق يقولون إيران بره بره من الذي أحرق سفارة قنصلية إيران ثلاثة مرات من الذي أحرقها؟ هل أحرقها الأمريكيون؟ أحرقها من كان يؤمن يوم من الأيام بأنه إيران شقيقة للعراق وبين تربط العراق وإيران أخوة دينية وأكتشف العراقيون بأنه لا يوجد أخوة دينية ولا يوجد شيء يوجد دعم لميليشيات على حساب الدولة العراقية وأكتشفوا بأنه إيران تدخل من أجل أن تبيع بضائعها وتنافس العراقيين في أرزاقهم ولذلك صاحوا إيران بره بره من الذي صاح إيران بره بره في الناصرة وفي المدن الجنوب العراقي؟ هل هم أمريكيون؟ هؤلاء من الأبطال سنة وشيعة يريدون استعادة بلدهم الولايات المتحدة اليوم تقف إلى جانب 99% من الشعب العراقي 99% من الشعب العراقي يريدون خروج ليس فقط إيران يريدون خروج أمريكا أيضاً وأنا مع خروج بلدي أمريكا من العراق أنه العراق لا يحتاج لا أمريكا ولا يحتاج إيران هذا بلد ثري ترجمة نانسي قنقر